دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش إلى سرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة السماح وسماح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب المصري من الحدود مع القطاع وخلال زيارته لمدينة العريش ثمن جوتيريش الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بمجرد وصول هذه الطائرة لمطار العريش بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش زيارته الثانية للعريش ورفح وتفقده للمساعدات الإنسانية الزيارة بدأت بتفقد الجرحى والمصابين بمستشفى العريش تلاها توجه جوتيريش لمعبر رفح البري لتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية ومن أمام معبر رفح جدد الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة لضرورة وقف إطلاق النار مؤكدا تطلعه للعمل مع مصر لاستمرار دخول المساعدات مع وجود عدد كبير من الشاحنات أمام المعبر وأود أن أعرف عن تقديري للمساعدات التقدمة مصر لغزة وأود أن يعرف أهالي غزة أنكم لستم وحدكم جميع العالم مستاء بما يرواها يحدث لكم أود أن أوصل أصوات العالم كلها جوتيريش استكمل جولته بالعودة لمطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية كما التقى بعدد من الصحفيين والإعلاميين حيث أكد لهم أن الهجمات الخطيرة والقصف والقتل تعوق دخول المساعدات محذرا أيضا ورافضا لأي تدخل بري في رفح كما دع المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار لدعم الأنر القانون تم خرقه بالكامل مما يعني أننا شهدنا عدة أحداث لم نستطع توفير خلالها المساعدات الإنسانية وأحداث أخرى قتلوا فيها الأفراد عندما حاولوا الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتم تفجيرهم لن يكون هناك توزيع عاد جيد وعادل للمساعدات تدون وقف إطلاق النور وعلى ذلك هناك أيضا عقابات أخرى زيارة هامة للأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته الأولى في العشرين من أكتوبر الماضي والتي تؤكد على تنسيق وتعاون مصر مع المؤسسات الدولية ليكون هذا المعبر منبرا للتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأن مصر ستظل تساند أشقائها في أزماتهم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة تنطلق للمرة الثانية من أمام بوابة معبر رفح المصري في زيارة تؤكد أن هذه البوابة لم تغلق يوما أمام دخول المساعدات الإنسانية ودعم كل الأصوات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما تؤكد دور مصر القوي في سعيها لوقف إطلاق النار وبذل مزيد من الجهود الإنسانية محمود جميل التلفزيون المصري